بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن البي جي بي ترانزيت أتنومس سيستم بي جي بي ترانزيت أتنومس سيستم البي جي بي تلقائيا يقوم بالإعلان عن جميع عنوين الشبكات فيما بين الكسترنال بي جي بي المختلفة وبالتالي لو كان مثلا لدينا أتنومس سيستم مؤسسية ومثلا خاصة بشركة معينة ونقوم بإدارتها وكانت متصلة بعدد اثنين أتنومس سيستم خاصة بشركات الاتصالات أو مزودي الخدمة فهنا سوف يكون لدينا احتمالية أن كل أتنومس سيستم خاصة بمزود الخدمة لكي يتصل إلى الأتنومس سيستم الأخرى الخاصة بمزود الخدمة الآخر فسوف يتم استخدام الأتنومس سيستم الخاصة بنا كجسر يربط فيما بينهما وهذا ما يطلق عليه مصطلح الترانزيت أتنومس سيستم مثال على ذلك أنا مثلا عندنا هنا أتنومس سيستم مؤسسية يعني خاصة بشركة معينة عندي هي أتنومس سيستم خمس وستين ألف وثلاثة وعندي هنا متصلة مع الإي س بي اثنين ومتصلة مع الإي س بي واحد المشكلة هنا أن هذا الانتربرايس أو هذه الأتنومس سيستم الخاصة بالانتربرايس رح تعلن للإي س بي أنها متصلة طبعا رح تعلن للإي س بي واحد بأنها متصلة بالإي س بي اثنين والعكس رح تعلن للإي س بي اثنين بأنها متصلة بالإي س بي واحد وهنا قد تتم عملية حسابات ويتم اكتشاف أن هذا هو المسار الأقرب فلكي تتواصل الإي س بي اثنين مع الإي س بي واحد رح يتم ذلك من خلال الانتربرايس اتنومس سيستم اللي هي خمسة وستين الف وثلاثة وبالتالي تتحول هذه الاتنومس سيستم الى جسر او ترانزيت اتنومس سيستم يربط فيما بين الاثنين وكمان اعلم كمية البيانات رح تكون كبيرة جدا فيما بين مزودي الخدمة وهنا رح يتم يعني استهلاك الباندوث الموجودة عندي في داخل الاتنومس سيستم الخاصة بي وايضا رح يتم استهلاك معدل عالي من المصادر الخاصة والموارد الخاصة بالراوترات الخاصة بي هنا في داخل الاتنومس سيستم في شيء وفي وظيفة لا علاقة لي بها يعني المفروض ان انا لا اربط فيما بين الاثنين اتنومس سيستم هذه مش وظيفتي انا اصلا متصل فيهم لكي يقدموا لي ختمات مش انا اللي اتحول او تتحول الاتنومس سيستم الخاصة بي الى جسر يربط فيما بينهما ومثل ما ذكرنا عملية تواصل اثنين اس بي سوف تكون بكميات كبيرة من البيانات مما يستهلك من الباندوث الخاصة بالاتنومس سيستم الداخلية ومواردها وما ذكرنا هذا ليست وظيفة الاتنومس سيستم الخاصة بنا الحل لهذه المشكلة هو القيام بعملية فلترة من خلالها يتم جعل الاتنومس سيستم المؤسسية تقوم مع كل اس بي اتنومس سيستم بالاعلام فقط عن عنوين الشبكات الموجودة في داخل الاتنومس سيستم المؤسسية وعدم وعدم الاعلان عن شبكات الاس بي للاخرى مما يمنع تتحول هذه الاتنومس سيستم الى ترانزيت اتنومس سيستم بهذه الطريقة لما بعمل فلترة بس عنوين الشبكات الموجودة داخل موجودة عندي انا في داخل الاتنومس سيستم هي اللي راح اعلن عنها لكل من الاس بي واحد والاس بي اثنين لكن لن اقوم بالاعلان يعني راح من خلال الفلترة راح امنع ان يتم الاعلان عن الاس بي 2 للاس بي واحد من خلالي وعن الاس بي واحد الى الاس بي 2 من خلالي وبهذه الطريقة لا اتحول الى جسر يربط فيما بينهما واتجنب المشكلة البي جي بي ترانزيت اتنومس سيستم الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة اتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته